طبعاً لازم نعرف أن العجلة اللحظية كما العجلة المتوسطة فكل منهما كمية متجهة أي أن كل منهما له مقدار وله اتجاه والاتجاه بيوضح بالإشارة العجلة ممكن تكون positive وممكن تكون negative لكن هنقف هنا مع الاتجاه شوية لأن الإشارة هنا لها معنى وليها معنى قوي عندنا في الديناميكا فنحب نقول أن العجلة إذا كانت بالسالب ففي هذه الحالة بنسميها عندنا decelerating أو retarding acceleration decelerating أو retarding acceleration اللي هي بالعرب بيولو عليها عجلة تقصيرية أو بيولو عليها عجلة تناقصية أما إذا كانت الإشارة بالموجب أو كانت الإشارة بالpositive فدي بنقول عليها عجلة تزايدية أو بنقول عليها acceleration عادي عجلة تزايدية طبعا إحنا عايزين نعرف مش العجلة أو كنا عايزين نعرف أن العجلة هي تغير السرعة بالنسبة للزمن عايزين نعرف أن التغير ده قد يكون تغير في اتجاه الزيادة وقد يكون هذا التغير في اتجاه النقصان يعني مثلا عندنا العربية ممكن تغير سرعتها بالطريقة دي 0 10 20 30 أنسوء يبقى بتغير نفسها ولكن في اتجاه الزيادة في هذه الحالة بنقول أن العجلة تزايدية طبعا السرعة تغير في اتجاه الزيادة بنقول عليها عجلة تزايدية لكن ممكن السيارة أو العربية تغير سرعتها بالراجع تغير سرعتها 100 90 80 70 أنسوء وفي هذه الحالة السرعة بتقل وفي هذه الحالة بنقول أن العجلة بتكون عجلة تناقصية إذن إذا كانت السرعة في اتجاه الزيادة إذا كانت السرعة بتزايد فالطول بنقول أن العجلة تزايدية أما إذا كانت السرعة في اتجاه النقصان فبقول العجلة التناقصية وطبعا من الآخر بنقول كده إن إذا كانت العجلة في اتجاه السرعة فبتكون موجب أما إذا كانت السرعة عكس اتجاه العجلة فبتكون العجلة فبتكون العجلة بالسعيد وطبعا فيه كلمة خطيرة لازم نعرفها ألا وهي إذا كانت السرعة سبتة لو الفلسطي كانت constant على طول فالأكسلوريشن لا حد كنت زايدية ولا حد كنت ناقصية العجلة لنت كنت زايدية ولنت كنت ناقصية وإنما إذا كانت السرعة سبتة فإن العجلة تكون بصفر طبعا لأنه إذا كانت السرعة سبتة وبالتالي فإن دلتا في التغير في السرعة يكون بكام يكون بزير وما هي سرعة سبتة وتتغيرش يعني فعلى طول يبقى التغير في السرعة هيكون بكام بصفر وبالتالي العجلة بتساوي التغير في السرعة على الزمن اذا كانت تغير بصفر يبقى كمال العجلة بكام بصفر يبقى احنا ناخد الجلمة دي عندنا على جنب ونقول اذا كانت السرعة ثابتة فالعجلة بكام فالعجلة بتكون بصفر طبعا احنا اخدنا ان العجلة A بتساوي dv by dt لكن نستطيع الحصول على قانون اخر من هذا القانون وذلك عن طريق ان احنا نضرب dv by dt نضربها في ds by ds طبعا انت لو ضربت في ds by ds احنا كده ما عملناش حاجة لان دي اس باي دي اس بكام بواحد انت كده كده اكدرات القانون بواحد فلم يتغير يعني طيب لكن احنا نضرب في ds by ds وجينا اخدنا كده ds by dt خدنا ds على dt خدنا الترملة ds على dt اللي هي بكام ds على dt اللي هي بV ويتفضل عندنا dv على ds نحصل على القانون جديد او فورمة جديدة بتقول ان العجلة A بتساوي vdv by ds العجلة A بتساوي vdv by ds ويصبح دلوقتي عندنا قانونين ان في قانون بيقول العجلة بتساوي dv by dt وقانون تاني بيقول ان العجلة بتساوي vdv by ds القانون الاول ان العجلة بتساوي dv by dt ده نسلمه اذا كان عندنا function of time اذا كان في مسألة فيها دالة في الزمن استطيع استخدام هذا التفاضل لان اذا كان عندي دالة في الزمن حقدر افاضل السرعة بالنسبة لمن للزمن لكن القانون التاني اللي هو vdv by ds ده نقدر نستخدمه اذا كان عندنا function of s في دالة في الموضع فنستطيع استخدام هذا القانون اللي هو vdv by ds طبعا vdv by ds ده بيسموه في المات بيقولو عليها لتشين رول او قاعدة السلسلة للناس اللي ليها في الكالكولاس او ليها تفاضل للتكامل يقدر يعرف ان الكلام اللي قدامنا ده تسموه قاعدة السلسلة او لتشين رول ترجمة نانسي قنقر